منتخب الجزائر يفوز على منتخب النيجر في المنتدى أكثر من رائعة وشوت تاني أكثر من رائع ويمكن كمان شوت الأول كان أكثر من رائع ولكن النيجر كان النهاردة بيحاول أنه هو يكتف منتخب الجزائر شوية ولكن جمال بالماضي قد تعليمات للعاب منتخب الجزائر بالهجوم الصاحق على منتخب النيجر ما ينفعش يبقى الجزائر بلعب النيجر في الجزائر ويخسر منها آه يمكن نيجر بغتت الجزائر بجول من هفوة دفاعية ولكن قدر على طول منتخب الجزائر أنه هو يصلح الغلطة بتاعته وفوز الجزائر على النيجر ما زال يتصدر المجموعة بتسع نقاط يعني حتى الآن مجموعة الجزائر مجموعة غريبة عجيبة الجزائر ما شاء الله تشده في الصدارة وحدها الجزائر مركز أول بتسع نقط من ثلاث مباريات والمركز الثاني نقطتين فقط أنت متخيل ولسه فيه طبعا مباراة غدا ما بين الثالث والرابع ولكن منتخب الجزائر مع جمال بالماضي يعني يلم لمشتات أمره يعود مرة أخرى منتخب الجزائر منتخب الجزائر حيانا مع جمال بالماضي كمان بعد ما بدأ أنه هو يجيب اللعيبة اللي من برة واللعيبة اللي كانت معها جنسيتين يحاول يخليهما تمسكوا بالجنسية الجزائرية واسخطوا الجنسية الأخرى ويلعبوا لمنتخب الجزائر بدأ منتخب الجزائر بجدد جلده يعني لو حد شايف أن منتخب الجزائر مش بنفس القوة السابقة ده طبيعي لأن منتخب الجزائر يا جماعة بيجدد جلده حاليا مش هو هو منتخب الجزائر اللي فاز بكأس الأمم الأفريقية ولا هو هو منتخب الجزائر اللي عمل استريك أو عدد مباريات بلا هزيمة كبيرة جدا ولكن طبيعي كل المنتخبات وكل الفرق في العالم بيجي عليها وقت علشان تجدد جلدها علشان تجيب لعيبة جديدة علشان تنفس خطط وتكتيكات جديدة وطبعا جمال بالماضي قادر أنه هو يعمل الموضوع ده وكل المطلوب بس من جمهور منتخب الجزائر أو جمهور الجزائري بصفة عامة هو الصبر على جمال بالماضي جمال بالماضي اللي عمل طموحات كتيرة جدا لمنتخب الجزائر جمال بالماضي اللي فرح الشعب الجزائري جدا وفعلا هو الاتحاد الجزائري كرة القدم وثق مرة أخرى في جمال بالماضي ودى له مهمة تدريب منتخب الجزائر مرة أخرى وجدد له عقده وجمال بالماضي يعني وعد جمهور الجزائري بيعود كثيرة جدا منها التأهل لكأس العالم القادم وايضا منها الفوز بكأس أفريقية القادمة طبعا موضوع التأهل لكأس أفريقية القادمة في المجموعات دلوقتي أو في التصفيات هو موضوع أو مسألة يعني هتكون بسيطة جدا لمنتخب الجزائر في ظل قوته على هذه المجموعة طبعا منتخب الجزائر بالنسبة للفرق أو المنتخبات المعافل المجموعة هو أقوى منتخب فيهم محدش يا جماعة يقلل من منتخب الجزائر علشان خطر أخفق في الصعود لكاس العالم ولا مثلا أخفق كاس أم أفريقيا الأخيرة لا مش خطر أخفق منتخب الجزائر بعدها على طول إحنا نقول لا منتخب الجزائر وحش منتخب الجزائر عمره ما كان منتخب وحش ولكن الموضوع يا جماعة زيان بقول لكم محتاج صبر محتاج عزيمة محتاج إصرار وشفنا النهاردة الشعب الجزائري في عز رمضان في أول يوم رمضان كلهم موقفين وراء منتخبهم بيشجعوهم موقفين مليون الأستاذ ما شاء الله كلهم عندهم حماس وعندهم روح وعزيمة كأنهم بيلعبوا نهائي كأس أم أفريقيا كأنهم بيلعبوا نهائي كأس العالم وللا ما يكونش ده موجود في يوم من الأيام من العرب طبعا بعد المغرب مادة أمل لكل العرب وكل المنتخبات العربية والأفريقية والأسيوية أيضا أنه هم ممكن يصعدوا للمربع الزاب الكأس العالم أنه هم يكون عندهم طموح وعزيمة وإصرار بعد ما المغرب عمل كده ما أعتقدش أن الموضوع بقى صعب ما أعتقدش أن ممكن أن إحنا أو بلاش أقول ما أعتقدش يعني أعتقد أن ممكن بسهولة نشوف في كأس العالم اللي جاي فزي ما بقولك الموضوع هيكون سهل جدا إن شاء الله إذا ربنا أراد أن أنت في كأس العالم اللي جاي تشوف منتخب عربي شقيق أو يا رب يكون منتخب مصر في نص النهائي أو في نهائي كأس العالم خلاص المنتخبات الأوروبية كلها والمنتخبات أمريكا الجنوبية بقت تعمل ألف حساب لمنتخبات العربية شفنا السعودية بتكسب الأرجنتين شفنا تونس بتكسب فرنسا وشفنا المغرب في دور الأربعة وشفنا كتير جدا 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 في كأس العالم اللي فات ألف من يوم مبروك لمنتخب الجزائر تصدر مجموعته أو مجموعته في كأس العالم الأفريقية تصفيات كأس العالم الأفريقية ألف يوم مبروك للشعب الجزائري على المنتدى الجميلة من رياض محرز النهاردة اللي أحرز هدف رائع من فلو ومتابعة أكثر من رائعة بتعليمات من جمال بالماضي ويمكن الهدف الأول بغداد بنجاح شارك فيه هو قامش هو اللي جابه ولكن شارك فيه ضغطه على المدافع بتاع النيجر هو اللي خلاه يغلط وهو اللي خلاه يحرز هدف فيه مرمى إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل المنتخبات العربية في تصفيات كأس العالم الأفريقية نتمنى التوفيق يا رب المنتخب مصر بإذن الله في مباراته القادمة ونتمنى دائما التوفيق لكرة القدم العربية يا رب في كل البطولات